اشتركوا في القناة الزعفران الحوري طحنته مع معلقة كبيرة السمنة طحونة 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 عظيم طحونة طحونة لله في الوقت ونعمر وندهنو مزيان وندخل فيها ديك اللاصوس اللي درت تدجي رائعة تدجي عطيه واحد لما داق وعندي واحد للنصيحة انتم مش تشوفوها باش يجيكم ارطب ورائع انتم مش تشوفوها بالكتف ونبقى نقوم بتشلسو الخالط اللي صورت ونخليه مثلا نحبي تدره في الليل وتبيته ويصبح مزيان ولكن قبل ثلاثة ساعة تصوبو وخليه من 10 شفاق في الصبح تقدروا هكذا خلطه ودوز عليه لكي الفلاستيك الغذائي خليه شرب وخلي حتى تقربنا تلا تنزلوك ساعتين تكون ضرب على الحساب عندو ساعتين بالتدقيق الى عندك الفران بحل ديالي ومش نصوبو ونلويه في الكارتة ديال زبدة ومن بعد الكارت ديال الالمينيون سبيسيال ديال المشاوي على فكرة حتى يغمقهم زيان كما شفتي ودخلت كل شي ديك اللاصوس اللي بقى تضهنتها وخليتو ثلاثة الساعة ترتاح هده التفاصي الخاص بها بالفران سوف نعصره هده هو اللي تريده البخار الداخل تقطع مواله ومن بعد تنسرحه كي تلوي فيه تلمط فيه كما تقوله تكتف او فخد او اللي حبيتي و المهمة الطريقة هذي رائعة و سهلة وتدخله في الفرن و تساعة تتقدش غيرك و تنزل و تنلوي على زبدة في الأول و نجمعه و اذهب و ننضيف أربعة الأرواق ثم نضيف المطف بأليمينيون خاص بالفران نضيف المطف بأليمين نضيف المطف برموه ثم ندخل الفران ندخل الفران ساعتين درجة الحرارة مئتين وعشرين الوقت ساعتين العافية من الفوق ومن التحت نقص من الدو الغاز نقص من الدو نكون لديه ندخل البلد ونخرجه ما شاء الله شلدة السمن مع الزعفران الحور مع زوية ما بلدية والمليحة الزمز نقوم بقع الاليمنيوم نضيف زبدة 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 Pulية ربingen نضيفه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة